أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني حرص الوزارة على توفير الأجواء المناسبة والمريحة لأداء الأبناء الطلبة في اختباراتهم وتسخير كل إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف جاء ذلك على هامش زيارته التفقدية اليوم لثانويتين أحمد الربعي للبنين وفاطمة صرعاوي للبنات مثمنا جهود الإدارات المدرسية وحرصها على تحقيق أهداف الوزارة وأضاف الوزير العدواني أن الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي حملتها التوعوية تحت شعار استعد التي استهدفت تهيئة الطالب نفسيا وتربويا وصحيا لأداء الاختبارات بطريقة تضمن له التفوق والنجاح